اليوم في كلمة حلوة وما دامنا في وقت صعيب برشا ويتطلب وانه نوسعوا بالنا ونصبروا اخترنا بش نحكيوا على الصبر نعم الصبر هو اصعب تحدي نجم يعيشوا الانسان الصبر امتحان نتعديوا به الناس الكل تنجم تصبر ولا ما تنجمش تصبر هذا هو الامتحان الصبر هو انك تتأقلم مع الابتلاي والمشاكل وتكون على يقينه انه الصبر فعلا هو مفتاح الفرج يقولك بالصبر تبلغ ما تريد ويلينه لك الحديد الصبر كنز الصبر توجيك اللي تمنيته مش يقولك في الدنيا هذي المليح يبتع بالضبط المليح يبتع هذي حاجة لازم نمنو بها بالحق كتشوف غيرك سبقك في حاجة راه ومش بالضرورة هو خير منك بالحكس تنجم تكون تأخيرتك انتي هدنة تاخوها لانتي لاقا أقوى ببرشة راهوا الاخفيق والتأخير عمرهم لكنه فشل خطر الفشل الحقيقي وقتش يجي يجي كان بعد الاستسلام أما الصبر هو الطريق للنجاح كتعمل أي حاجة لازمك تصبر بش تلقى نتيجة فماش في الدنيا هذي راو كن فيكون كل شي يجي واحدة واحدة كل شي يجي بالتأني يجي بالصبر وحتى كتلقى نتيجة تجي في سع في سع رد بالك راي حاجة تخوف على خاطر نتيجة هذيك تنجم تكون تنبغيق وما تدومش أما الحاجة للدوم هي اللي يجي على مهل خطوة خطوة واحدة واحدة حجرة حجرة وبعد برشة تفحية وبرشة خدمة وبرشة تعبت تكون تعبت عليها هذيك هي اللي يكون متأكد وأنها بش تدوم وهذيك اللي بش تزيد تبني عليها القدام هذيك عليش اليوم يقولولكم أصبروا الصبر به والدوام راهوا حاجة به يا برشة مش في ساعة هزيديك مش في ساعة تستسلم قدام أول حاجز أول عائق يجي قدامك الدوام ينقب الرخام نعم مسئلوني أنا ناجم لحكي لكم على الدوام ينقب الرخام أما كيفاش الدوام تنسيوش الدوام ما يكونش وحده والصبر ما يكونش وحده لازم مع الدوام ومع الصبر برشة خدمة برشة تفحية برشة إيمان بروحك وبمستقبل أفضل يقولوا أصبر مش معناها راو تسيب كل شي وتقعد تستنى ليه مش تصبر هكي كما تعمل فيها حتى شي برشة ساعي برشة خدمة أكيد مش توصلك للغاية متاعك أصبر على خطر ربي سبحانه قال إنه مع العسري يسرا كليمة حلوة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر